ارجع عليكم في سكوندال مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى الماضي ساعة ونص وكما تعودتم معنا في الوقت يمشيوا لحكاية تفضيحة حكاية تفضيحة في حكاية تفضيحة اليوم مش نحكيه على الكنيسة الفرنسية مؤسس الكنيسة الفرنسية اللي تعترف بمسؤوليتها في الاعتداءات الجنسية على الاطفاء مش نحكيه على الظهر هذه التاريخ متاحها مش نحكيه زيادة على الحيثية متاحها كي انه الموضوع هذا اصبح متداولة في الرأي العام العالمي يحضر بحدنا نظيفنا محمد سميحة اللاباجي صحفي والمختص في الشؤون السياسية والاقتصادية مرحبا بيك مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي 70 عام من الفضاء للكنيسة الفرنسية اللي تعترف بمسؤوليتها بالاعتداءات الجنسية على الاطفال واتهامات طالت الكنيسة من اجل تسوية مع هذه الاتهامات بعد تقريد لجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية بل ما نبدأ نحكيه في حيثيات الموضوع هذا خلنا نبدأ نحكيه على الظهر كل وقت نحكيه على 70 عام من الاعتداءات كما تفضلت وقدمت اللي ثم لجنة مستقلة عملت في اكتوبر 2021 خلصت الى تحديد عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية اللي طالبت القصر على امتداد سبعين عام نحكيه على ميتين وستاشن الف قاصر اعتداء تعرضوا للاعتداء الجنسي بشكل مباشر ويمشي التقيلة لتقدير اكثر من 330 الف باعتبار الاعتداءات او الانتهاكات اللي مارسوها مواطفين في المدارس والمبيتات والمطاعم التابعة للكنيسة الحكاية بدأت بشوية شهادات الاعلام الفرنسي مارس دوره ضغط ودفع الكنيسة لتأسيس او تأسيس لجنة مستقلة خرجت بتقرير صادم كان تأثير متى واشبه بكرة ثلج بعد بدأت تقارير تخرج من عدد دول كندا الامريكية بورتيغال المانيا واللي فضحت هالممارسات المشينة اللي صارت في ما يفترض انها دور عبادة منزهة على مثل هذه الممارسات خبية هو الموضوع ذات نزيده نحكيه عليه وكأنه فما تناقض ما بين انه يكون فما دور للعبادة وما بين انه فما انتهاكات ضد الاطفال واعتداءات خلنا نبدأ بشوية ارقام محمد سميح الباجي الصحفي المختصف الشهون السياسية واقتصادية خلنا نبدأ مش العبادة تسمع فينا تفهم معناتها كيفاش انه قضية اثار جدل كبير عالمي نحكيه على اربع عالية وثمانمائة 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 ضحية في البرتوغال نحكيه على الضحية في الولايات المتحدة الامريكية بولندا اسبانيا حالة تعود لسنة 1950 في فرنسا مثلا كما قلت انت مئتين وثمانمائة وثمانمائة وخمسين دون سنة اثمانتاشن عام دونك اغلب الضحية من الاطفال دونك لهنا نحكيه على المنظرين في عديد البلدين اللي تتبع الكنيسة هذي او المذهب المنهج الكنيسة الكاثوليكية ارقام صادمة توري حجم الانتهاكات اللي صارت وتوري ايضا سياسة الكنيسة اللي تحت الضغط الكبير اضطرت الى تكوين لجان مستقلة نعرفه اللي سياساتها طيلة للعقود الفارطة والقرون الفارطة هي تجاهل تعتيم محاولة اخفاء الحقائق لكن المرة هذي الضغط الاعلامي ورد فعل الشارع في الدول الاوروبية خلاها تخضع وتقر بالانتهاكات وبانها ماشى في مسار اصلاح المنظومة الكنيسية ومسألة كل من يثبت ايداته رغم انه الى حد الان بعض الرجال الدين في هذه الكنيس يستعملوا في عبارات ملطفة للانتهاكات بتاعهم كيف مثلا رئيس الاسقفة تاع بوردو الكاردينال جون بير ريكارد اللي استعمل مصطلح انه اساء التصرف مع فتاة تبلغ من عمر 14 سنة ولي ما يعكسش حزم الجريمة ثم ايضا اثرت قضايا اخرى قضايا مالية ان التعويضات للمضررين كيفش مش تكون خاصة انه الكنائس ممولة من دافعي من اموال دافعي الضرائب اللي مبدئيا يدفعوا للذرائب هذي باش توفر الكنيسة خدمات كما الوجبات للمشاردين اماكن اقامة صيانة الكنائس مش للتغطي على جرائم مارسوها الاساقفة في الكنائس هذي كتيلة عقود معنا تلح كيواليه الموضوع داي متاع النقطة سرتول النقطة المالية مع انتا كيفاش باش يتم ارجاع الضرائب داي اللي اه فاما لهنا حتى قانونيا واخلاقيا مع انتا ما تنجمش الترجع على كي ما قلت انتي مع انتا نجم تستثمرهم في حاجات اخلاقية وانسانية ما تستثمر ليش في حاجات باش تغطي بها على اه التهم التاريخ متاع الكنيسة هذي الفرنسية اه تاريخ ديما نشوفك الصورة متاع النزاهة والمصدقية والقرب ومعطا معطا كل الامثلة الفضلة لكن وكأنه بالاتهامات هذي وبالقضايا هذي الصورة ديكا بديت تمس شوية تتمس شوية اه صحيح اه وهذا يحيل النقطة مهمة انه هيلة القدوسية اللي توحيط برجال الدين في نهاية المطاف رجال الدين هم بشر اه يزم تم ايليات رقابة يزم تم ايليات محاسبة رجال الدين يخطئون اه لكن للأسف انه ما زالت برشة شعوب شمال في الجنوب اه تتعامل معهم كناس منزهة واللي اثبت بعض الفضاح والتقارير انهم مارسوا جراء مشانيعة تحت غطاء مستفيدين كما حكيت انت من الهيلة بتاع القدوسية والنزاهة والطهورية اه وطرحت برشة اسألة زادة في المجتمعات الاوروبية مثلا اه برشة برشة تقارير وبرشة مقالات على غيرار مقال خرش في اه يحكي على انه اه التقليد اللي اللي ماشين به انه حياة بلا جنس حياة بلا زواج انه اه العزوبية عزوبية الاساقفة ورجال الدين المسيحيين يزبعات النظر فيها معناه لانه في نهاية المطاف الشخص اذاك بشر وابشر ولازم تكون لازم يمارس حياته الطبيعية مع تكيفه اي موات دونك سألة المسلة هذي واشارت في النقطة انه الانجيل يمجد العزوبية لكنه لا يدول العزوبية فهذا كان خيار مع الكنيسة واثرت برشة جدال الكنيسة برستانتية مشيت فيها الكاثوليكية مازات متحفظة فبرش اسألة هم يختلفوا في المنهج ويختلفوا في التفكير بطبع يختلفوا في المنهج رغم انه ايضا الجرائم معامة على جميع المناهج مناهج في ايرلندا ايضا ثم تقارير اشارت الى وجود نفس النوع بتاع الاتدائيات والجرائم الجنسية ضد قصر في الولايات تحت الامريكية دون استثناء في البورتيغال في فرنسا في المانيا وخاصة انه المسلة الفرق الهنية انه الحكومات وعدت وخاصة الحكومة الالمانية انه التحقيقات وبسألة العقوبات ليش لا تترك الكنيسة كهو هذي انتهاكيات صارت تمشي للقضاء تمشي للجهات الحكومية وتمشي للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المدنية مش مجرد عزل او او ايحال على التقاعد وجوبي او غير او غير او غير صيب القرارة؟ اكيد صيب لكن معتها السلطة باش تحاسب سلطة سلطة باش تحاسب سلطة لكن بشاعة الجرائم المنتهكة كي نشوف تقارير قصر عشر سنين وحداش واثناش وسبعة وثمانية سنين واصلا ثم تقاير مشاتل انتهاكيات ما اقتصرتش في قطر اعتدائيات الجنسية حالات ضرب الايهانة بالنسبة للاطفال المقيمين الغادي والي زاولوا في دراسة دينية يعني انتهاكيات شاملة فهذا فرض انه من بعض الحكومات ما خاصتان الحكومة الالمانية انها تصر على انه لا يترك امر التحقيق لسلطات الدينية فقط خيب يا لهناكي مش نحكيه على اعتدائيات الجنسية وكأنه الطفل هو الحلقة الاضعفة هذي الكل وكأنه اليوم يعادت النظر في زاوية انه الاطفال يدومها والوظاية متاحهم في دور العبادة سرتوه في الكنائس مع انتها كنا نلقاوا سبعين عام مع انتها اجيل ولا اجيلة مع انتها قاعدت وكأنها مخبية لحكاية الكل اي بطبيعها الاطفال هم الحلقة الاضعف الاطفال خطر غير واعي احيانا يكونوا غير واعين بطبيعة الانتهاكيات اللي تعرضوا لها فما يمشيوش لانه يفضحوا او يكشفوا حقيقة ما مورسة عليهم الاطفال من السهل ترهيبهم اذا كان نحكيو على الاطفال في وضعيات هشة للكنيسة تتبنى قضية اسكانهم وتعليمهم وتعامهم فالوضع يكون اصعب الاف المرات بالنسبة ليهم باش يخسروا هالانتيازات نجم القارواحهم في الشارع خاصة خاصة امام سطوة نفوذ الكنيسة لذلك هما في بالفعل هما الحلقة الاضعف لانهم يعيشوا حالة من الهشاشة الاجتماعية والهشاشة النفسية والهشاشة الاقتصادية ايضا الرأي العام او الاعلام ساهم في انه الحاجات يضم الكل يخرجوا وكأنه اليوم المجتمع قعد صابر او مخبي معتها الفضاء حذية لكل مدد سنوات طويلة اليوم الاعلام خذاء الخطوة انه هيدا كل يتفضحوا معتها لنا القانوات الفرنسية تحكي جرائد الفرنسية امتدد من بعد الى دول الجوار دول الاوروبية بعد وانينا نحكيه على زادة الكنيسة الموجودة في امريكا اللاطينية والولايات المتحدة الامريكية دول العلام في انه اليوم يبرز الحقاق مهما كانت السلطة موجودة بالضبط هذا هو الدورة الطبيعية للعلام الدورة الطبيعية للعلام انه انه ايه عريم السلطة ايه ان كانت سلطة دينية او سلطة مدنية هذا الدورة الطبيعية للعلام انه يكشف الخروقات يكشف الجرائم يكشف الانتهاكات يحث الاطراف الحكومية والرسمية حتى كانت راخات على مسار المحاسبة باش تدخل ويمنع ويكون ويمنع ايضا انه الجرائم هذه لانه الضغط الاعلامي وانه يخرج القضايا هذه للنقاش في الشأن العام تمثل ايضا وسيلة ردع امام الناس اللي ربما يتسوقلها بمنطلق انها حاجة ما تتمسج انها حاجة ما تتمسج تعرف انها غير ما هيش مشتفلة من العقاب اذا كان مارست هذا النوع من الجرام او غيره من اي انواع الجرام الاخرى معنا فالعلام الفرنسي لعب دور كبير في اه تعريض الجريمة هذي وكشفها وفي وضع حرقيل خلينا نمشوف الخطوة الاولى لرد الاعتبار المعنوي والمادي للضحايا اللي اه اه ضروا تيلة سبعين سنة هذا هو مش حكيه على حملة التعويضات الذين الكبيرة لحملة اه حتى وسائل العلام الفرنسية اه حكيت اه عليها اه وتسائلت مين بشيش يجيبوا الفلوس متاع التعويضات هذي واخلي كنت انت تحكي سيدا محمد سبيح عرباجي اللي الفلوس انها كانت للاعمال الانسانية او الخيرية وغيره لكن هنا اشكرية التعويضات هذي من سيدفع التعويضات للمضرين هو بداية اه على ما اذكر قانون الف تسعمائة وخمسة المنظم العمل الكنيسة الصغير ويمنع انه اموال الكنيسة توظف لغير العمل الخيرية ونشاطات ونشاطات الدينية والاجتماعية وغيرها هو يقول قانون الف تسعمائة وخمسة يقول ان استخدم التبرعات الا لدور العبادة وليس للتعويض او تقديم هداء بالضبط اه فالطرحة الاشكالية هذي خاصة انه برشا ناس موقفهم منه علش يتحمل دافع الضرق بالاوروبي وغيره اه تبعات ممارسات وخروقات اه كما هذي يمشيوا في تأسيس صندوق خاص للتعويضات الى حد الان اه مشيوا الى حد الان المرضو الديام تاعو مهيش اه مهيش اه مهيش كبيرة برش مش كبيرة اغلب المدبرعين هما اساقفة ورجال دين مسيحيين وبعض الخواص او بعض المواطنين وابدت تطرح الكنيسة على نفسها امكانية بيع بعض الممتلكات الاصول غيره 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 بداية داول الاحديث هذا ما معنى بيع الاصول معانتها باش يخلصوا لازم يبيعوا ليتراع اللي هما تبعينها ولا ولا خاطرها مؤسسات لانه الكنيسة الكاثوليكية مؤسسة عندها املاك عندها غيره اه دكتور عندها املاك اه فبدا التفكير في انه بيع بعض الاصول بعض الممتلكات بعض العقارات لانه للسداد التعويضات اللي مش تقررها الاحكام القضائية فيما بعد وهذا يتنيقظ ما معنى اليوم المسألة هذي وكاننا مش تطرح قوانية جديدة وصفحة جديدة في العلاقة ما بين الكنيسة والسلطة السياسية والكنيسة زادة مع المجتمع وغيره بالضبط هي القضايا هذي كما حالت برش جدل فكري حول كما كنا نحكينا زواج الرجال الدين وغيره غيره فانها ايضا اثار الجدل حول قضية الاصلاح اصلاح المنظومة الكنيسية اه القوانين اللي تنظمها مصادر التمويل كيفية صرف المهل هذه التمويلات اه قضية التعويضات اه وغيره اه الكنيسة يبدو انه حسب تصريحات برشة للبارشة تصريحات للبابا انه الكنيسة الى حد راضخة للمسلة هذه وتدبنى خطاب الاصلاح واللي هي ماشى في مراجعة برشة منظومات وبرشة قوانية تحكمها اه واذا هو المطلوب هذا هو المطلوب مش في الكنيسة فقط في جميع المؤسسات الدينية معناها انه عملت انه المجتمعات تتطور والاولويات تتطور والمؤسسات الدينية اي ان كانت طبيعتها يجب انها تخضع دائما للتطوير ويعادة تثوير او تطوير قوانينها ومنظومات اللي تحكمها وازالت نوعا ما هذه الهالة القدسية اللي شفنا ببعض من خلالها فما اعتداءات على الاطفال اللي اغيره فما شكون اه ولينا حتى دي زارتيك لانه اه يستبعد انه الكنيسة تصلح روحها يستبعد انه الكنيسة تنظف البيت متاحها الداخلي وكأنه غتال التستر على المتهمين وكأنه العقيدة المبنية لقرون او سنوات او عقود طويلة فنشو مش تتغير فيه للا ونهار هي اكيد حجم الامتيازات والحجم الامتيازات اللي رقمتها الكنيسة ورجال الدين اه طويل القرون كبيرة برشا هو اكيد الصيب مش كون مش كون ثمام ممانع ومش كون ثمام مقاومة لاما اي عملية اصلاح او تطوير لكن اللي هنا يجي دور الحراكة المجتمعية يجي دور العلام في انه القضية ما تكونش مجرد باز نحكيو عليها الجمعة شهر راعة مو تمشي لاروحها انه تكون قضية ما تروحها عالطاولة بشكل دائم انه العلام يكمل يدو يمرس دوره في الفضح وفي الضغط وفي اثارة النقاش المجتمعي انه منظمة المجتمع والاحزاب تنخرط في النقاشات هذه وتدفع للجهات الحكومية وتضغط على الكنيسة من اجل احدث الاصلاحات المطلوبة اللي من شأنها انها تخفف شوية من السلطة السلطة الدينية للكنيسة وتكون اتمثل ايضا تحط ضوابط وقوانين ووسائل رادعة للمستقبلا كي ما نتعرضش اطفال مثل هذه الانتهاكات والجراء من اللي صارت سياسيا هل انه تم استغلالها سياسيا وإلى لا معتهم من طرف معتهم اصحاب السياسة اصحاب القرار في فرنسا وغيره معتهم او انه اليوم السياسة لم تدخل في هذا الكل هو بالطبع اي قضية سواء كانت خاصة نحكيه في الفضاء الاقتصادية مالية دينية غيره تم اطرف سياسية بكله مش يوظف من موقعه من موقعه الفكري من موقعه من السلطة من موقعه من غيره بطبيعة طيارات الطيارات اللي تدافع بشدة على مدنية الدولة طيارات الليبرالية مش تلقيها فرصة ليثبت مقولاتها بانه يجب تخفيف صوت الكنيسة على الدولة انه تدعم مقولاتها حول حرية المعتقد انه تدعم مقولاتها حول ضرورة انه التربية الدينية في الكنيسة تعتبر اه تعليم موازي او غيره فاخطاء كما هذي اكيد يلقع استثمارها من بعض الطيارات السياسية لدفع عن موقفها كما زد ايضا مش تكون ثم تيارات محافظة طيارات قريبة من الكنيسة طيارات تتبنى الفكر احزاب مسيحية معناها انها مش تدافع بمنطلق هذي اختار فردية انه ثم برنابش متاع اسلاح انه اه يعني اه التوظيف السياسي حسب موقع وديولوجية كل اه كل طرف سياسي وكان وكانك تحكي على السيدام الهناي نجم يكون اه موجود معتها مع الناس الدافع على السلطة الدينية لازم تقعد اه موجودة في تموقع متاحة وماتة ماسة شبابين يقولك لا اليوم لازم السلطة هذي تنقص شوية ولازم فهمها قوانين تنظمها ثم سيدام الهنا اكيد مش هي مش يكون ثم سيدام لانه 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 مصارحة كبيرة كما حكينا انه محكيوش على يعني مثلا رقم صغير انه الكنائس الفرنسية تقريبا مداخيرها السنوية بين خمسمية وخمسمية وخمسين مليون وروق رقم كبير ايه رقم كبير وفي نفس الوقت ثم رقم خرج في 2009 الكنيسة الكنائس الامريكية دفع التعويضات في جراء مشابه قدرت بسي مليار دولار نفهم الريهان ونفهم حجم نموال حتى في الشأن الديني المسلة مش أخلاقية أو دينية فقط مسلة اقتصادية مسلة اقتصادية نحكيه على مئة للاف أسيقفة ورجال الدين اللي يعيشوا من تمويلات الكنيسة سواء تمويلات حكومية أو تبرعات إقامة ساكن موقع اجتماعي وغيره رحلات سفارات بالضبط في الريهان مش فقط فكري ديولوجي في الريهان أيضا مالي ومراكمة امتيازات يتمتعبها تلت قرون امتيازات مالية امتيازات اجتماعية امتيازات حتى سياسية بما معناها السطوة والسلطة والهالة القدوسية لتوحيد برجال الدين تمنحهم نوع موقع مميز في المجتمع يخليهم بعد على المسائلة تخليهم عندهم نوع من القوة والسلطة على بقي فرض المجتمع وغيره فالمعركة أكبر من مجرد من مجرد أنه فضيحة أو أصلاح وتطوير كان نبدل بزاوية النظر نفهم المساس الكنيسة المرتبطة بالفضاح هذه كما قلنا اعتداءات الجنسية على الأطفال والقصر تتجاوز المفاهيم الدينية في مفهومها الضيق يوم نحكيه وزيد على أنه الكنيس عندها خطابات عندها تدخل في مثلاً في مشاكل متاع شعوب متاع في قضايا مع تعتير سائل كذي الكل ينجم يتمس مع الواقع بالضبط في التاريخ كل الكنيس كان الكنيس كانت عندها دور كان عندها دور كبير برشة سواء في أوروبا وحتى في دول الجنوب نذكر جميعاً في فترة المد الشيوعية والثورات الشيوعية في أمريكا اللاتينية نشأ مصطلح يتسمى اللهوط الأحمر بما معناها إله الأحمر إله اليساري يعني الكنيس انخرطت وتبنات خطاب ثوار الشراكيين والشيوعيين والكنيس والتي تدعو للثورة على الأنظمة الفاشية والديكتاتورية تلعب الدور كبير برشة حتى للناس اللي مهيش أم أدلجة وتقتصر في رسم قناعات على الخطاب الديني شاركت في الشأن السياسي وبفعالية معناها معناها فكرياً ينجم أثر حتى على المجتمع بالطبع بالطبع هالذات فضاء أخلاقية هكاً تحط برشة أسلة وتعود تسائل برشة مفهيم وبرشة وبرشة قدوسية وتقديري يكونهم البعض الرجال دين والكنيس لأنه الفضيحة منحكيوش منها على ولأنه الجريمة لا تقتفر سبا كانت تمارس ضد واحد ولا ضد مليون جريمة سي جريمة جريمة لكن هؤالأرقام نحكيو على 330 ألف نحكيو على ربع أكثر من ثلاث مليون طفل تلت سبعين سنة تعرضوا للمثل هذي الجرائم رقم مية تحبارش تساؤلات حول من هؤلاء الذين يسيرون أو يحكموا في الشأن الديني في فرنسا وفي الدول المسيحية بطفاعة ودول المسيحية لكن وأنتي تحكي على التاريخ محمد سبيح الباجي وكانه ماشي حاجة جديدة على الكنيس وكانه ننظر في التاريخ الإنساني أو التاريخ الكنيس هذي كانت هي سلطة فيها برشا قمع للمجتمعات اللي صارت برشا قمع للناس اللي معطها في تفكيره أنه السلطة هذي لم يسلسى به ما هو تاريخيا الحادث متاع فرنسا ماهيش 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 الأولى ماهيش الأولى تسجلت حالات مشابهة تسجلت حالات مشابهة في في إيرلندا قبل في الواتحدة الأمريكية ثم التقيير متاع رايين في إيرلندا عند ميلنوف يحكي على أكثر من 300 ألف طفل تعرضوا للإهانة للضرب للسوء المعاملة في المدارس ونبيتات التابعة للكنيسة واحد الأوروبي والفرنسي اللي ذكروا معتها لسانوات وعقود طويلة وقرون طويلة كانت السلطة للكنيسة قبل ما يجي التفكير الإنساني والعقلاني وغيره بالضبط السلطة للكنيسة وحتى ما كانش مباشر تمارس في السلطة بشكل مباشر فتكون قريبة من القصر تكون قريبة من القصر بمعنى من الملك ولا قريبة من نظام الحاكم اللي يتبادلوا المنافع هو يحافظ على سطوتها وحضورها في المجتمع وهي يضيف للشرعية والشرعية الدينية للحكم لذلك الجرام هذه كانت مستمر تقيل حكي على سبعين سنين وأكيد تم قرون ثم ناس ما نجمتش تشكي ثم ناس ما نجمتش تحكي وهذا يرجع أيضا التطور تطور سرعة اتقال للمعلومة دور العالم وعي العالم بدوره قدرة العالم على خلق الضغط المجتمع تطور منظومة السياسية اللي قلت أكثر جرأة على طرح القضايا هذه وعالم التحدي الكنيسة وفرض المسائلة والمحاسبة والعقاب على المذنبين واضح ما زلنا مواصلين معكم احنا في حكاية أرضيحها ما زلنا نحكيه على موضوع مؤسسة الكنيسة الفرنسية اللي تعترب مسؤوليتها في الاعتداءات الجنسية على الأطفال بعد الفاصلة